أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا ملوج يوم الاثنين بولاية ميلة على انطلاق مشروع ترميم مسجد سيدي غانم أبو مهاجر دينار واسترجاع خصوصياته المعمارية والدينية ومسجد سيدي غانم هو أول مسجد بني في الجزائر إذ يعد من المساجد أقول القديمة التي ما زالت تنبذ برائحة الفتوحات الإسلامية في الجزائر هذا ويعد مسجد أقول سيدي غانم من أقدم المعالم التاريخية التي شيدت في الجزائر إذ يعتبره الكثيرون رمزا حضاريا وتاريخيا لارتباطه بهوية الأمة العربية والإسلامية